بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دالة ناظرية لبكالوريا 2016 شعب أدبي يعني شعبة أداب وفلسفة وشعبة أداب ولغات حيث تقول نص المسألة التي تكون أف دالة معرفة على مجال من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد نفتوح اتحاد من ناقص واحد إلى غاية زائد ما لا نهاية معناه هذا يمكن أن نقول هو أير معادة ماذا الناقص واحد بالعبارة أف لإكس تساوينا أربعة ناقص إكس على إكس زائد واحد معناه هنا في المقام نعوذ بالناقص واحد نجد سفر لهذا جاء مجموعة التعريف هكذا يعني أير معادة القيمة التي تعدم لنا المقام واسي أف المنحنة البياني ممثل للدالة أف في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجنس قال واحد ألف أحسب لميت أف لإكس لما إكس يأول إلى ناقص ما لا نهاية ولميت أف لإكس لما إكس يأول إلى زائد ما لا نهاية ولميت أف لإكس لما إكس يأول إلى ناقص واحد بقيم أقل ولميت أف لإكس لما إكس يأول إلى ناقص واحد بقيم أكبر بقى الاستنتج أن المنحنة CF يقبل مستقيمين مقاربين يطلب تعيين معادلة لكل منهما ثم ثانيا قال أدرس اتجاه تغير دالة F ثم شكل جدول تغيرتها ثالثا قال بيّن أن المنحنة CF يقبل مماسين T1 و T2 معامل توجيه كل منهما هو ناقص 5 يطلب تعيين معادلة لكل منهما رابعا قال أنشئ المماسين T1 و T2 والمنحنة CF في المعلم المتعامد المتجنس وهو OEG إذن لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن ننطلق في الإجابة على السؤال الأول وهو أحسب معناها النهايات الأربع إذن نكتب هنا حساب ماذا؟ النهايات لاحظوا جيدا ننطلق بأول نهاية اللي هي عند النقص ما نقول limit F ل X لما X يقول إلى ناقص مال نهاية تساوي لنا limit F ل X نحن نملك قيمتها اللي هي 4 ناقص X على X زائد 1 لما X يقول إلى ناقص مال نهاية تصبح تساوي هنا الدلة هذه الكسرية أو الدلة التناظرية عند المال نهاية يعني عند الزائد 1 و النقص مال نهاية أول شيء حتى تتعلموا يا أبنائي إذا جئنا إلى هذا المجال في الدلة الخاصة بالشعب الأدبية هذا المجال الذي أعطيهنه حتى تفهموه جيدا وتحفظ بعض الأفكار تقول القاعدة هذه النهاية وهذه يعني المال نهاية تأتينا عدد بدون إذن عدد نجده عدد كيف هو عدد حقيقي صفر واحد ناقص واحد المهم نجدها متشابهان يعني متساويان حتى تحفظوا هذه الأفكار في المسودة وعندنا هذه عند الأعداد لما نحسب النهاية نجد مال نهاية كيف هي معكوسة ما معنى معكوسة؟ معنى إذا وجدنا هنا ناقص مال هنا تكون زائد مال لهذا سمي الدلة تنظري إذن هنا في الخارج قلت عند المال نهاية نجدها عدد حقيقي متساوية وعند الناقص واحد بقيم أكبر وأصغر إذا وجدنا واحد زائد مال أخرى ناقص ما هو العكس صحيح إذن فتصبح لنا تساوينا لميت أكبر حد على أكبر حد ما هو أكبر حد؟ أكبر حد إحذر أن تقول هو الأربعة هو ناقص X إذن نضع هنا ناقص X على المقام لهو X لما X يؤول إلى ناقص مال نهاية فيذهب هذا مع هذا فتصبح لنا كم ناقص واحد مباشرة عند الزائد مال تصبح لنا هكذا لميت أف لـ X لما X يؤول إلى الزائد مال قلنا ماذا؟ قلنا أعداد متساوية مباشرة نقول إنها تساوينا كم ناقص واحد فقط يعني دون أن تتعبوا عقولكم يقول أحدكم يا أستاذ وإذا كانت العبار مكتوبة هكذا 4 على X زائد واحد كم تكون النهاية؟ هنا تصبح لنا أكبر حد في البسط هو الأربعة وفي المقام هو الـ X معناها تصبح لنا لميت الـ X يؤول إلى النقص أو الزائد سبح لنا 4 على مال نهاية 4 على مال نهاية أي عدد على مال نهاية هو صفر تصبح لنا هذه النهاية هنا صفر هتتفهمه جيدا الآن بعدما وجدنا عند المال نهاية وجدناها أنها ناقص واحد نأتي الآن عند العدد عند العدد كذلك انتابهوا تصبح لنا لميت F لـ X parachute 4 ناقص X على X زائد واحد لما الـ x يقول إلى ناقص 1 بقيم أقل تصبح تساوي ركزوا هنا لو نعوذ في البسط في البسط عوضه بقيمة ناقص 1 معناه هنا لو تعوضه بناقص 1 فتصبح لنا ناقص 4 في ناقص ناقص 1 معناه 1 زائد 4 اللي هي كم اللي هي 5 معناه نجد في البسط العدد 5 والمقام لو نعوذ هنا بناقص 1 أكيد سوف نجد كم ناقص 1 زائد 1 إنها سفر لكن هنا انظروا جيدا مال قلت علينا أن نجدها مالة نهاية معكوسة هنا بقيم أقل العدد المضروب هنا في الـ x كيف إشارته إشارته زائد لأن x لو قال ناقص x لك أنت ناقص إذن تصبح لنا زائد أنتم أعكسوها واجعلوها بما أن هنا عندنا زائد فأنتم اجعلوه هنا ناقص فتصبح لنا أي عدد على صفر هو المالة نهاية تبقى لنا قضية الإشارات إشارة الخمسة هي كم هي الزائد والناقص هذا إذن زائد في ناقص يعطينا ناقص إذن تصبح لنا النهاية هي ناقص مالة نهاية عند الآن عند الناقص واحد بقيم أكبر تصبح لنا limit ماذا f لx لما الx يقول إلى ناقص واحد بقيم أكبر ماذا قلت أنا إذا وجدنا هنا بالنقص مالة هنا ماذا نجد قلت تصبح مالة نهاية معكوسة ما تصبح لنا زائد مالة نهاية فقط يعني دون أن نتعب عقولنا هذه مثلا طريقة يوجد لنا مثلا طريقة أخرى ما هي هذه الطريقة ركزوا هنا كذلك أرجوكم إذن هذه إذا سميتها طريقة واحد وهذه هي الأبسط يجوز لنا الطريقة حسب مبرهنة بعض النهاية الشهيرة ما هي عندنا أول عندنا نهاية شهيرة كي تكونوا على ديرا هي limit واحد على اكس ناقص A لما الاكس يأول إلى A بقيم أقل هذه مشهورة أنها تسألنا ناقص مالة نهاية قلت تسألنا ناقص مالة نهاية إذن طبقا على هذه ماذا تصبح تصبح لنا الكتابة هي limit انظروا جيدا أربعة ناقص اكس في واحد على اكس زائد واحد لما الاكس يأول إلى ناقص واحد بقيام أقل لاحظوا جيدا هذه النهاية اللي هي limit انظروا جيدا limit أربعة ناقص اكس لما الاكس يأول إلى ناقص واحد بقيام أقل لو نعوذ هنا بالناقص واحد مع الناقص بحزائد معنا تصبح لنا أربعة زائد واحد ألا وهي العدد خمسة يبقى لنا النهاية هي هذه هذه لو نلاحظها جيدا إنها تشبه هذا القانون لماذا أبنائي معناها تصبح لنا هكذا limit واحد على اكس زائد واحد لما الاكس يأول إلى ناقص واحد بقيام أقل هذه الأهون ما هو هو ناقص واحد تصبح لنا واحد على اكس ناقص ناقص واحد لما الاكس يأول إلى ناقص واحد بقيام أقل ها هي نهايتها كم إنها تصبح لنا ناقص ملا نهاية فماذا ينتج هذا وجدنا نهايته كم وجدناها خمسة وهذا نهايته كم وجدناها ناقص ملا نهاية ناقص ملا نهاية في خمسة ماذا تعطينا؟ تعطي لنا ناقص مال نهاية هذه مثلا طريقة ثانية بطريقة مبرهنات حسب النهاية عندنا بما أن وجدنا هذه قناة ناقص مال نهاية ونحن قنات دالة ناظرية مباشرة تصبح لنا الأخرى لميت آث لإكس لما الإكس يؤل إلى ناقص واحد بقيم أكبر تساوينا كذلك زائد مال نهاية بنفس الخطة لأن عندنا نهاية شهيرة كذلك وهي لميت واحد على إكس ناقص آ لما الإكس يؤل إلى آ إكس يؤل إلى آ تصبح لنا تساوي لنا زائد مال نهاية إذن هذه تعطيكم زائد مال نهاية ونعوذ هنا بالناقص واحد تصبح لنا خمسة خمسة في زائد ما يعطي لنا زائد مال نهاية فقط أبنائها قد يعني استخرجناها بطريقتين لكن الطريقة الأولى هي الأسهل لكن إذا كان هنا عندكم ناقص فهنا تصبح لكم سفر زائد خمسة على صفر زائد تعطينا مال نهاية الزائد في الناقص سبح لنا الزائد في الزائد لو كان هنا زائد سبح لنا زائد مال نهاية أخرى بدون أن تحسبوها إنها استنتاجية فقط أبنائها بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى استنتج أن المنحنة CF أو المنحنة CF يقبل مستقيمين مقاربا يطلب تعيين معادلة لكل منهما إذا نكتب هنا البرهان أو استنتاج في الأصل استنتاج أن المنحنة CF ماذا يقبل مستقيمين كيف هما مقاربين لاحظوا جيدا أبنائي هنا بما أنه قال استنتج نقول لدينا ماذا لدينا أن النهاية الأولى عند النقص ما يتساوينا نقص واحد وعند زائد ما يتساوينا زائد واحد تقول القائدة في الدلة التناظري هذه الخاصة بالأدبيين الدلة التناظري من هذا النوع يوجد لها مستقيمين مقاربا واحد أفقي والآخر عمودي هذا ماذا بما أن حسبنا النهاية عند النقص ما وجدناها عدد وهنا عند الملانية وجبناها نفس العدد فماذا نقول المهم عدد فنقول يساوي لنا نقص واحد مستقيم كيف هو مقارب أفقي أو موازي لمحور الفواصل وعندنا وكذلك حسبنا النهاية عند العدد نقص واحد وجدناها نقص ما لا نهاية وعند نقص واحد كذلك بقيم أقل وقيم أكبر وعند نقص ما هو الأخرى زائد ما نقول كذلك يعني أمر يسنجي فقط قرون تحفظ بما أن حسبنا النهاية عند عدد ووجدناها ما لا نهاية فنقول X يساوي ذلك العدد وهو نقص واحد مستقيم كيف هو مقارب عمودي أو شقولي أو موازي لمحور الترتيب هذه هي المستقيمات المقاربة إذن دائما يا أبنائي في الدلة التناظرية التي تكتب على الشكل A لأفل X تساوي أن A X زائد B على C X زائد D تكون لها مستقيمين أحدهما أفقي لما نحسب النهاية عند المال النهاية و A والآخر عمودي عندنا نحسب النهاية عند العدد فقط أبنائي بعد ما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الآخر قال أدرس اتجاه تغير دلة F إذن نكتب هنا دراسة اتجاه الدلة F على المجال المجال دائما الذي ندرسه في هذه الدلة هو مجال التعريف هو هذا لاحظوا جيدا هنا ما المقصود بذلك هو حساب المشتقة فنقول F فتحة لX تساوي أول شيء حتى تتعلم ها هي الدلة هذه أمورها كلها يعني على شكل قوانين تحفظ اسمعوا جيدا تقول مشتقة دلة هذه التناظرية دائما تجدون عدد بدون X اسمعوا جيدا نجد عدد بدون X يعني لا يوجد X على المقام مربع إذا وجدتم X هنا لما تشتقوا فهناك خطأ لكن أنا أتحدث مع الشعب الأدبية فتصبح لنا ماذا نحن نعلم أبنائي أن مشتقة دلة كسرية أي هي U على V هكذا قانونها يسوينا هكذا احفظوا مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع يعني أول شيء لا أنساه هو المقام مربع يعني نأتي بهذه القيمة ونضعها في المقام مربع معناه X زائد 1 الكل مربع نأتي الآن إلى القانون ما هو مشتق 4 ناقص X هذا رمز المشتقة ماذا يسوي؟ مشتق عدد دائما يعطي لنا صفر ومشتق ناقص X كل عدد مضروف في X لما نشتق يبقى إلا العدد معنا نصبح لنا كم مشتقة هي ناقص 1 إذن مشتق البسطي في ماذا؟ في المقام ليس في مشتق المقام في المقام المقام ما هو؟ المقام هو X زائد 1 ناقص ها هو قانون لست أنا من فعلته ناقص ناقص مشتق المقام مشتق X زائد 1 لو نشتقه مشتق X هو 1 كل عدد مضروف في X يبقى إلا العدد لما أشتقه ومشتق الواحد يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى الصفر فيصبح لنا مشتق المقام في البسطي البسطي اللي هو 4 ناقص X ودائما وأكرر قلت علي أن أجد عدد دون X بدون X على المقام وربع إن وجدت غير ذلك فهناك خطأ في ما يخص الحساب إذن نكمل الآن فتصبح لنا F فتحة لX المقام لا نلمسه نتركه كما ورد إذن X زائد 1 الكل مربع البسط نأتي ناقص 1 في X تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ناقص X وناقص 1 في زائد 1 تصبح لنا ناقص 1 وناقص 1 في 4 تصبح لنا ناقص 4 وناقص 1 في ناقص X تصبح لنا زائد X لاحظوا ماذا يحدث؟ أولا هذا ذهب مع هذا فماذا بقيت لنا؟ بقيت لنا ناقص 1 مع ناقص 4 يقول أحدكم زائد أو لا اجعلوا بالآن الحاسبة سوف تعطيكم ناقص ماذا؟ ناقص 5 إذن نضع هنا في البسط نضع قيمة ناقص 5 هل وجدنا الشيء الذي قلت عدد بدون X على المقام مربع نعم قد وجدناه يقول أحدكم يا أستاذ وإذا أعطيت لنا الدلة مكتبة على شكل مثلا 2 مثلا زائد 3 على X مثلا زائد 1 كيف نشتق هذه القيمة؟ تصبح مشتقل 2 كم؟ إنه صفر زائد ونأتي مشتق البسط مشتق الثلاثة بما أنه عدد بدون X مشتقه هو صفر في المقامي أنا أعطيكم مثال فقط ناقص مشتق المقام مشتق X هو واحد ومشتق الواحد هو صفر إذن واحد في البسط على المقام مربع لهو X زائد واحد الكل مربع إذن فماذا ينتج أن هذا بما أنه يضرب في صفر فيذهب كليا من هذا المكان نقوم بحفه هكذا وهذا الصفر لا ينفعنا هكذا فماذا تبقى لنا المشتق تبقى لنا ناقص ثلاثة على X زائد مثلا واحد الكل مربع ها هو عدد على المقام مربع لاحظتم؟ هذه معناه في الحالات التي نجدها في بعض الكتابات الأخرى لهذه الدالة التنظرية بعدها أبناء بعدما وجدنا هذه المشتق فإن أولا إشارة المقام دائما موجب لأنه مربع في مجموعة التعريف هذه الآن نصبح إشارتها من إشارة البسط البسط كيف هو؟ ناقص خمسة عدد كيف هو؟ سالب إذن نقول هكذا أي ماذا؟ أي الدالة كيف هي؟ متناقصة تماما على ماذا؟ على المجال من ناقص مال نهاية إلى ناقص واحد مفتوح اتحاد من ناقص واحد إلى غاية زائد مال لأن الدالة هذه التنظرية من هذا النوع إما متزايدة مباشرة أو متناقص يقول أحدكم ما تناقل أنها متزايدة إذا وجدنا هنا زائد خمسة فقط أما المقام هو دائما موجب في هذه مجموعة التعريف فقط أبناء بعدما أنهينا مع تغيرات الدالة نأتي بعدها إلى شيء آخر قال ثم شكل جدول تغيراتها إذن نكتب هنا جدول تغيرات الدالة التي اسمها آث على المجال ها هو المجال أول شيء هو مجموعة التعريف نقول إكس من ناقص مال نهاية إلى غاية ناقص واحد لكن هنا عند الناقص واحد نتوقف ونضع هذا الخط هكذا انظروا أن الدالة غير معرفة عند هذا يقول أحدكم وهن نضعه باللون أحمر يمكنكم تضعه إلا باللون الأزرق إلى غاية زائد مال نهاية ها هو المجال من ناقص مال نهاية إلى غاية ناقص واحد ثم تأتينا هذا الأمر ومن ناقص واحد إلى غاية زائد مال نهاية نأتي إلى المشتقة F فتحة لـ X كيف وجدناها؟ انظروا وجدنا إشارتها كيف هي؟ سالبة إذن الدالة متنقصة كلمة متنقصة نضع هنا ناقص وهنا ناقص يعني مستحيل أن نقعنا هنا ناقص وهنا زائد لا دالة ناظرية إما متنقصة مباشرة أو متزايدة مباشرة ثم نأتي الآن إلى مجال الصور اللي هو F قلت لـ X F لـ X هنا ناقص معناه ننزل هكذا ثم عندنا كذلك هنا ناقص ننزل هكذا نأتي الآن لملء النهاية لما حسبنا النهاية عند ناقص مال نهاية ها هو X عند ناقص مال نهاية كم وجدنا؟ ناقص واحد إذن نضع هنا ناقص واحد وعند لما حسبنا النهاية عند زائد مال نهاية كم وجدنا؟ وجدنا ناقص واحد يعني X يقول إلى زائد مال نهاية وجدنا كذلك ناقص واحد إذن نضع هنا ناقص واحد نأتي كذلك أبنائي لما حاسبنا النهاية عند ناقص واحد بقيم أقل وجدناها ناقص ملا نهاية إذن هنا ناقص ركزوا فقط هنا ناقص ملا نهاية وبقيم أكبر وجدناها زائد هل أمر يقبله العقل؟ نعم من ناقص واحد تنزل إلى ناقص ملا نهاية ومن زائد ما يمكن أن تنزل إلى ناقص واحد يعني إذا وجدنا هنا زائد ما فهناك خطأ لأن الزائد ملا نهاية هذه هي مواقعها والناقص ملا نهاية هذه هي مواقعها حتى تدفهم جيدا يعني من وجد هنا زائد من هناك خطأ هنا كذلك هناك خطأ من وجد هنا زائد من هناك خطأ لأن الزائد من هناك تأتي في هذه المواقع الكبرى والأخرى تأتي في المواقع السفلة فقط أبنائي بعد ما أنهينا مع هذا السؤال كذلك نأتي بعدها إلى السؤال آخر قال بين أن المنحنة السيئة في يقبل ممسين تي واحد وتي إثنان بما أن هنا قال ممسين معناه سوف نجد معادلة لها حلان معامل توجيه كل منهما يساوي لنا ناقص خمسة إذن كلمة اسمعوا جيدا معامل التوجيه هذا هو المعروف أنها يساوي لنا كلمة المشتقى اسمعوها جيدا يساوي لنا كلمة المشتقى أولا نكتب العنواء البرهان أن المنحن سي آف يقبل كم من ممس يقبل ممسين تي واحد وتي إثنان حيث معامل التوجيه كل منهما يساوي لنا ناقص خمسة معناه نأتي لنقضع المشتقى وهي آف فتحة لإكس نجعلها تساوي معامل التوجيه كم هو معامل التوجيه؟ معامل التوجيه هو ناقص خمسة دون أن نتعب عقولنا ونحل معادلة بما أن قال ممسين معناه نجد حلان أو هلين فتصبح لنا المشتقى ها هي أمامكم انظروا ها هي المشتقى تصبح تساوي معامل التوجيه الذي يعطي لناه ناقص خمسة مرات نجد سؤال آخر بين أن المنحن سي آف يقبل ممسين تي واحد وتي إثنان ميلهما معدوم نضح هنا صفر مرات يقول يوازي محور الفواصل محور الفواصل لو نأتي هنا الميل هذا الهائل أو معامل التوجيه هو صفر لما يقول يوازي محور الفواصل نقول أن المشتقى تساوي صفر مرات نجده بلغة أخرى كذلك اسمعوها جيدا برهن أبين أن المنحن سي آف يقبل ممسين تي واحد وتي إثنان يكون موازيين للمستقيمة مثلا يعطي لنا ثالثة مثلا يساوي لنا مثلا ناقص خمسة إكس زائد واحد هنا مباشرة نقول المشتقى دائما المشتقى تساوي معامل التوجيه معامل التوجيه هو العدد المضروب هنا في الإكس معانا لو تساوي لنا ناقص خمسة أما إذا أعطيت لكم العبارة فيها نوع من سبحانا مثلا يعطينا هكذا مثلا يعطي لنا يعطي لنا خمسة إكس زائد إيغراك زائد واحد يساوي سفر أو ناقص واحد مثلا علينا أن أنقل هذا الإكس من هنا وهذا إلى هنا تصبح لنا إيغراك سينا ناقص خمسة إكس زائد واحد ها هو معامل التوجيه هو دائما لأن أي مستقيم يكتبوها كذا آ إكس زائد بي هذا هو معامل التوجيه هو العدد المضروب في الإكس قلت العدد مضروب في إكس حيث نقول إيغراك يساوي ونحل المعادلة كذلك آف فتحة لإكس تساوي لنا كم تساوي لنا ناقص خمسة معناه معامل التوجيه يقول أحدكم وإذا أعطي لنا إيغراك يساوي لنا إكس معامل التوجيه هنا كم واحد نقول المشتقة تساوي لنا واحد هذا نعنى كل هذه الأسئلة يمكن أن نجدها وكل مرة تطرح بسيغة في الباكالوريا معناه هنا مقام هذه القيمة كم واحد نستعمل جداء الطرفين في جداء الوسطين معناه ما نسميه الكروازي معناه يصبح لنا هذا في هذا يساوي لنا هذا في هذا تصبح لنا كم ناقص خمسة في واحد يساوي لنا إكس زائد واحد الكل مربع في ناقص خمسة هذا هو الأمر معروف وبما أن تصبح لنا ناقص خمسة يساوي لنا كم يساوي لنا إكس زائد واحد الكل مربع في ناقص خمسة بما أن في هذا لو ينتقل ينتقل إلى المقام إلى الجهة الأخرى لأنه اسمعوها لأنه في بما أن هذا أعطي لنا ناقص خمسة مع ناقص خمسة لو نزعلها بالآل حاسبة سوف تعطينا كم؟ تعطينا واحد فماذا ينتج؟ ينتج لنا هذا الأمر ركزوا أرجوكم نقطة نقطة أبنائي حتى تتعلموا وقلت علينا أن نجد قيمتان فتصبح لنا إكس زائد واحد الكل مربع يساوي كم؟ يساوي لنا واحد لأن ذهب هذا مع هذا بقيت لنا إلا قيمة اسمها واحدة الآن ماذا تقول القاعدة؟ بما أن هذه القيمة موجبة وهذه القيمة موجبة فتقول مثلها كمثل اسمعوا جيدا مثلها كمثل ونقول إكس مربع يساوينا أربعة فإن إكس ماذا يساوي؟ يساوي لنا جذر أربعة أو إكس يساوي لنا ناقص جذر أربعة يقول أحدكم وفي هذا المثال كافي مثلها كمثل هذا كليا إكس مربع يساوي لنا واحد معنى سبحانا إكس زائد واحد يساوي لنا جذر واحد أو إكس زائد واحد يسوينا ناقص جذر واحد يعني طبقوها حسب هذا المثال فقط أما إذا كان هذا العدد سالف هذا لا يمكن تابعوا جيدا إذن لاحظوا جيدا هنا أبناء معناه تصبح لنا هكذا أي إكس زائد واحد يصبح يسوينا جذر واحد لهو كم واحد أو إكس زائد واحد يسوينا ناقص جذر واحد الذي يسوينا لأن هنا كان واحد لو كانت عدد أخرى تركناه هكذا تركنا مثلا جذر ثلاثة يسوينا ناقص واحد اسمعوا لأن جذر واحد هو واحد وسبق بناقص هو ناقص واحد نحل الآن هذه المعادلة إذن فماذا ينتج؟ ينتج لنا أقلنا إكس زائد واحد يسوينا واحد ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا إكس يسوينا واحد ناقص واحد أي إكس يسوي كم صيفر هذا هو الحل الأول الحل الثاني اللي هو يصبح لنا إكس زائد واحد يسوينا ناقص واحد أنقل هذا إلى هنا تصبح لنا إكس كم يسوي يساوينا ناقص واحد وناقص واحد معناه x يساوينا ناقص اثنان نقول بما أننا وجدنا حالة نقول ومنه cf يقبل ماذا يقبل مما سيني t واحد و t اثنان هكذا عند x يساوي السفر و x يساوينا ناقص اثنان هذا هو الجواب وانتهى الأمر بعدما قمنا بالإجابة على هذا السؤال قال أوجد معادلة هذين الممسين إذن نأتي الآن لحساب معادلة الممسين لاحظوا إذن الممس قلنا واحد عند x يساوينا ناقص اثنان والآخر عند x يساوينا صفر نحسبهم فقط ولا داعي للترتيب لأن لم يقل الترتيب إذن هنا نقول حساب أو تعيين هكذا تعيين نكتبها بخط آخر تعيين معادلتي t واحد و t اثنان ولا يهم لمن نعطي النقص اثنان أو صفر إلى كل واحد منهم نحن نعلم أبنائي أن معادلة الممس في الحالة العامة هي y يساوينا f فتحة لx صفر في x ناقص x صفر زائد f لx صفر هكذا هذه في الحالة العامة نأتي الآن إلى x صفر التي أعطيت لنا التي وجدناها معنا حتى تتعلموا هي مرة صفر ومرة ناقص اثنان إذن نعوذ أولا بالناقص اثنان تعالوا نعوذ بنقص اثنان نعوذ هنا عفوا نستعمل ملون تصبح لنا هنا ناقص اثنان وهنا ناقص اثنان وهنا ناقص اثنان فماذا ينتج؟ تصبح لنا f y يساوينا f فتحة لناقص اثنان في x ركزوا هنا الناقص والناقص تصبح لنا زائد اثنان زائد f لناقص اثنان ماذا تقول القائدة؟ هنا في هذه نعوذ في المشتقى وهنا نعوذ في الدالة لكن هنا بدون أن نعوذ في المشتقطة كم هي؟ هي ناقص 5 لكن الذي لم ينتبه يعوذ كالباقي يعني ينعوذ وكأنني لم أنتبه لها في الأصلية تعطينا هذا لأن هذه القيمة هي نفسها كم أفل ناقص 2 هي ناقص 5 لكن إن لم تنتبه يعوذوا سبحانا هنا ناقص 2 وهنا ناقص 2 فماذا ينتج؟ سبحانا ناقص 5 على ناقص 2 زائد 1 ناقص 2 زائد 1 هي ناقص 1 مع التربيع كم يعطينا؟ يعطينا 1 فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا ناقص 5 تصبح لنا إيغلاك ليسوي معنى هذه نعوذها بهذا كم هو ناقص 5 في إكس زائد 2 زائد آفل ناقص 5 آفل ناقص 5 آفل ناقص 2 عفوا ناقص 2 وهنا تصبح لنا ناقص 2 وهنا ناقص 2 فماذا ينتج؟ أركزوا أرجوكم فيما يخص أمور الحسابية إذن فماذا ينتج؟ ينتج لنا الأمر هكذا تصبح لنا آفل ناقص 2 يساوي هنا تصبح لنا أربعة والناقص والناقص تصبح لنا زائد 2 تصبح لنا 6 على هنا كم نجد؟ ناقص 2 مع زائد 1 أكيد تعطينا ناقص 1 تصبح لنا آفل ناقص 2 تصبح لنا كم؟ ناقص 6 إذن هنا نضع ناقص 6 الآن ما علينا إلا الإكمال لما نكمل تصبح لنا أي يساوي ننشر هذا في هذا تصبح لنا ناقص 5X ثم هذا في هذا كم؟ ناقص 10 ناقص 6 تصبح لنا أي يساوينا ناقص 5X ناقص 16 هذا إذا سميناه ماذا؟ إذا سميناه تي واحد عند الفاصلة X كم يساوي؟ يساوينا ناقص عفوا إذا نوضحها عند الفاصلة ناقص 2 بعدها أبنائنا أتيب الآن لحساب المشتقة حساب معادلة المماز عند X يساوي لنا سفر بنفس الخطة لاحظوا معناه نعوذ هنا بسفر وهنا بسفر وهنا بسفر فماذا ينتج؟ معناه ما علينا إلا نأتي إلى المشتقة ونعوذ بسفر في الأصل نجدوها ناقص 5 نعم نعوذ سفر قلت سفر ماذا تصبح؟ تصبح لنا ناقص 5 على 1 مربع كم تعطي لنا؟ تعطينا ناقص 5 إذا ناقص 5 نضعها في هذا الموضع تصبح لنا E لك يساوينا ناقص 5 في X يعني في X لأن X ناقص سفر هو X معناه تصبح لنا هكذا ونعوذ الآن في الدالب بعبارة الدالب بسفر سفر سفر تعطي لنا 4 على 1 اللي هي كم 4 إذن زائد ماذا؟ زائد 4 هذه معادلة T2 عند الفاصلة X يساوي كم؟ يساوي لنا سفر ها قد أنهينا هاتين المعادلتين ولهما ناس معامل التوجير انظروا ناقص 5 ناقص 5 معناه هما متوازيان بعد ما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الأخير السؤال الأخير نهتم جيدا أولا ماذا قال؟ قال أنشئ الممسين T1 و T2 والمنحن CF الممسين هنا أبنائي عليكم أن تتعلموا استعمال ماذا؟ الجدول المساعد ها هو الجدول المساعد الذي درستمه في سنة الرابعة متوسط هكذا هنا نسمي نعطي للإكس وهنا إجر يرسم مستقيم بنقطتين يكفي نقطتين الآن لو نعطي للإكس مثلا نعطي له صفر لاحظوا الإكس نعطي له صفر عوضوا هنا بصفر صفر في ناقص خمسة كم؟ صفر صباح لنا إجر كم يساوي؟ يساوي لكم أربعة إذن أربعة تخيلوا لو الإكس مثلا يأخذ واحد نعطي له واحد ركزوا جيدا الإكس أعطي له واحد صباح لنا خمسة ناقص خمسة في واحد كم؟ وناقص خمسة ناقص خمسة زائد أربعة كم؟ إنه ناقص واحد ونقوم بالرسم النقطة هذه إذا سميناها A وهذه B النقطة إحداثيها صفر أربعة صفر أربعة إذن صفر أربعة تكون في هذا الموضع إذن هنا ثم النقطة الثانية هي واحد مع ناقص واحد واحد مع ناقص واحد سوف تكون في هذا الموضع ونقوم بالربط ما بين هاتين النقطتين هكذا لاحظوا جيدا هذا هو المماس الأول ونتركه يكمل مساره إلى الأعلى هكذا ونسميه كم؟ نسميه T واحد عند ماذا كان هذا المماس عند صفر عند صفر ها هو نصعد هكذا ونقول ها هو C صفر هنا نأتي كذلك إلى المماس الثاني نستعمل الجدول المساعد إذن هكذا X و Y ركزوا الروك نأتي كذلك لو نعطي هنا لا تعطي قيم تعطي مثلا واحد تعطي القيم كبيرا ما رأيكم أن نعطي لل X مثلا نعطي له ناقص ثلاثة يقول لحدكم لماذا حتى نتحصى على قيم يعني يمكن تعيينه هنا في الجدول لأن ناقص ستة عشر أولا لا يمكن لو نعطي لل X هنا صفر نعطي ناقص ستة عشر ناقص ستة عشر صعبة المنال نعطي قيم أخرى فتصبح لنا كم لاحظوا تصبح لنا ناقص ثلاثة في ناقص خمسة كم هي خمسة عشر خمسة عشر ناقص ستة عشر كم تعطيها؟ تعطينا ناقص واحد إذن لما أعطينا ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة لل X لإجراء كم أصبح؟ أصبح يساوي ناقص واحد هذه النقطة الأولى ما رأيكم كذلك أبناء لو نعطي لل X نعطي له مثلا ناقص اثنان ناقص اثنان في ناقص خمسة تصبح لنا عشر عشر ناقص ستة عشر تساوي ناقص ستة إذن لما أعطينا ناقص اثنان وجدنا كم ناقص ستة الأمر يعني يقبله العقل يعني في المعلم هنا ناقص اثنان ها هي الناقص اثنان مع ماذا؟ مع ناقص ستة ناقص ستة ها هي إذن في هذا المكان هنا إذن هذه النقطة الأولى هذه النقطة ناقص اثنان مع ناقص ستة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية وهي الممس والنقطة الثانية هي ناقص ثلاثة مع ناقص واحد ناقص ثلاثة مع ناقص واحد يعني يكون في هذا الموضع هنا كما أشير ثم نربط ما بين النقطتين هكذا بواسطة المسطرة فيكون كيف يكون هذا المماسين يجب أن يكون متوازيان وقلنا المماس عند ماذا عند x يساوي ناقص اثنان x يساوي ناقص اثنان ننزل هكذا إذن يكون في هذا الموضع يمس هنا كما أشير هذه كلها أمور علينا أن نفهمها ثم نأتي بعدها ابنائي إلى شيء آخر الشيء الآخر هو المستقيمات المقاربة لا ننساهم المستقيمات المقاربة عندنا ها هو مستقيم عمودي x يساوي ناقص واحد x يساوي ناقص واحد نأتي بالمسطرة ونرسل مستقيم عمودي هكذا لاحظتم ونسميه هنا إذا سميت هذا t اثنان هذا x يساوي ناقص واحد إذن قلت x كم يساوي يساوي ناقص واحد واليجراج تفقنا عليه كم ها هو ناقص واحد مستقيم مقارب كيف هو أفوقي كم يساوي يساوي ناقص واحد فيكون هكذا لاحظتم ونسميه كذلك يجراج يساوي ناقص واحد ثم ننطلق بعملية الرسم كيف تتم عملية الرسمة نرسم جزء والجزء الآخر نناظره أين يتكون محور التناظر يكون في نقطة تقاطع المستقيمين الأخضر الأخضارين معناه المستقيم مقارب العمودي والأفوقي كيف تتم العملية لاحظوا جيدا أولا نقاط التماس ها هي إذن فيأتيكم ها كذا انظروا حسب النقطة الحمراء ثم ينزل ها كذا يعني كان مع المستقيم الأفوقي هذا ونزل إلى هذا المستقيم العمودي هذا الجزء الأول إذن سوف نأتي الآن إلى نقطة التماس هنا الأهم ها كذا من هنا ينزل وفي أصله جاء من هنا وبدأ بالنزول إلى تلك نقطة التماس ها هي نقطة التماس إذن والجزء الآخر نناظره بالنسبة معناه نأخذ مثلا نقطة من هنا ونناظرها ها كذا ثم نأتي بنقطة مثلا أخرى ونناظرها ها كذا اسمعوا جيدا ها كذا نناظرها ويكفيني مثلا نقطتين لاحظوا جيدا ثم تتم العملية أولا نقطة التماس ها هي فيأتيكم من هنا ها كذا يمس يعني يأتي من هنا يمس إلى هنا ويتجه نحو هذا ركزوا لو نحسب F لصفر لاحظوا جيدا F لصفر وجدناها كم وجدناها كذلك ها هو X يسوينا كم يسوي صفر معناه يأتيكم من هنا ويبدأ بالنزول ها كذا أبناء لاحظ يعني سوف نرسمه بطريقة أوضع ها كذا جاء من هنا مع هذا الجدار ونزل إلى X يسوينا كم ناقص واحد ونسميه كم نسميه CF يمكن أن نترك هذه الخطوط أو نحذفها ونتركها أفضل حتى نلاحظ أن هذا هو مركز التناظر لهذا المنحن لكن هنا لا تتركوه أنه يمر هكذا يعني سوف أوضح لا تتركوه يمر هكذا لأنه ممس ومن هنا كذلك لا تتركوه يمر هكذا لأنه ممس حتى يكون رسمكم كاملا لتأخذوا النقطة كاملة عليه وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية واضطرحهم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جددا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى وصحة صحوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته